الآن As it phaser equal Mu i node exponential minus j beta r على 4 by r integration from ناقص لمدة على 4 إلى موجة بلمدة على 4 هلأ شوذر عندك جوة تكامل exponential minus exponential موجة ب j beta z cos theta cos beta z d z تمام؟ هذا حد دين أجا كان عندنا exponential minus j beta r dash حطنا محل r dash r z cos theta وفصلنا الإكسونيشل لحدين الحد فيه r طلع بره التكامل والحد فيه z ظل جوة التكامل لاحظ هذا التكامل It is difficult to evaluate لأنه صار في عندك two functions بيعتمدوا على زد واحد exponential والتاني cosine هذا الشيء لو دك تحل لو دك تحلو باي بارت أو دك تستخدم table of integrals ففي عندك هون integral table فمعطيك تكامل exponential لاز cos bz dz يساوي exponential لاز افتح قوس في a cosine bz z z b sin bz على a تربيع z b تربيع طبعا هذا التابل of integral بيكون given معك لكن كيف بدك ترجم زي stable of integral على المسأل اللي عندك لاحظ هون exponential a z انت عندك هون exponential j z cos theta يعني محل a بدك تكتب محلها j cos theta هون عفوان عفوان على فكرة في beta هون تمام لان كان exponential من اذي j beta r فالbeta بنوزح ها فهاي بدها تصير j beta cos theta كلها جوه a ومحل b equal beta فاذا عوض قيمة a بهذا الشكل وب بهذا الشكل في داخل this table of integrals راح تجيب قيمة التكامل اللي فوق فلما تعود في التكامل راح يطلع معاك az phaser equal mu i node exponential minus j beta r على 4 by r في exponential az محل exponential az هلا بدنا نكتب اللي هو exponential j beta z cos theta تمام بدك تفتح اللقوس هذا القوس تكتب في a cos b z طيب طبعا هذا الاشي اللي هون بدك تكامله من ناقص لمدة على الاربع الى لمدة على الاربع يعني قيمة z اللي هون ها رح تكون مرة لمدة على الاربع مرة ناقص لمدة على الاربع هاي البي اللي تحط محلها beta والبتا اللي هي 2 by على لمدة beta لما تضربها في z رح يطلب معاك هنا beta في z equal 2 by على لمدة في z اللي هي مرة رح تكون موجب مرة رح تكون سالب اللي هي لمدة على الاربع رح تروح اللمدة مع اللمدة و اثنين مع الاربع فيها 2 يعني صارت معك by 2 يعني جو الكوسين رح يصير معك cos by 2 فهذا الحد اللي هون رح يكون قيمته 0 لما تعود في lower limit للانتغرل رح يكون قيمته 0 رح يدل معاك اللي هو second part للانتغرل وفي second part للانتغرل قيمة sin beta z هاي رح تكون قيمتها plus or minus 1 لانه لما تكون z قيمتها موجب lambda على 4 ف sin 2 1 ولما تكون z قيمتها ناقص lambda على 4 رح يطلب معاك sin قيمته ناقص 1 فلما تجد تعود في التكامل هلا exponential az صار معاك الحد اللي هون exponential j beta z cos theta تكتف تحقوس الحد الاول صار قيمته 0 القوس الثاني صار قيمته beta في 1 بعدين هاي اللي ما عوضنا upper limit اللي هي lambda على 4 ناقص لما تعوض هلا lower limit كمان الحد الاول رح يطلع 0 فرح يصير عندك هون ناقص قيمة beta في قيمة sin اللي هي ناقص 1 فهي قيمة البسط في هاي المعادلة بدك تقسم هلا على المقام اللي هو a تربيع زائد b تربيع اللي هو رح يطلع معاك التربيع الجي تربيع هي minus جي ف minus beta سيكوير cos تربيع ثيتا plus beta سيكوير طيب في كمان شغلي هون محل beta زد اللي هون هاي كمان دك تستبدلها مرة رح تكون قيمتها هاي رح تكون قيمتها هون plus or minus by على 2 يعني لما تأخذها مع الحد الأول دك تكتبها by على 2 لما تأخذها مع الحد الثاني دك تكتبها minus by على 2 بنجي نفوكها بتصير بهذه الصورة a z phaser equal mu i node exponential minus j beta r على 4 by r في نفتح قوسة اللي هون exponential j by على 2 cos theta في beta ناقص exponential minus j by على 2 cos theta في minus beta فهي رح تصير موجب فرجاء هون لا تجمعوا beta زائد beta تكتبها 2 beta لأنه في هذا الحد يعتمد برضو على z زائد فلازم تدخله مرة على الحد اللي هون ومرة على الحد اللي هون لأنه فيه z وz لازم تعود فيه مرة موجب بيع 2 مرة سالة بيع 2 طيب فهي الاكسيبرشن تحت صار بها الصورة المقام لهذه الإكوشن رح يكون minus beta سيكوير cos تربيع theta plus beta سيكوير فبتقدر تأخذ beta عامل مشترك تشتبها مع beta في المقام وإذا دخلت مدام في عند اكون موجب زائد exponential j سالب فبتعرف أنه exponential jx زائد exponential minus jx على 2 equal cos theta فكون هون ما في عندك على 2 فبتقدر محل البست لما تأخذ بيت تعامل مشترك كل البست تعتبره 2 cos pi 2 cos theta فبتصير الزيزة phaser هلأ equal mu i node exponential minus j beta r cos pi على 2 cos theta بعد ما طبقنا lr identity على 2 pi r beta يظل عندك beta واحدة في المقام sin تربيع theta وهذه قيمة az phaser in cartition coordinates بدك تحول لها convert to spherical using the matrix بعد ما تحولها بـ spherical بدك توجد ال b phaser equal karl a phaser بعدين تطلع منها h phaser equal b phaser على mu بعدين using max equation karl h phaser equal j omega epsilon e phaser لانا قيمة j equal zero in free space فبتقدر تطلع other components اعملوا اعملوا هذه البروزيس اعملناها في الهيرتزان دايبول داك تحول باستخدام matrix spherical بعدين تفك تطلع جميع الكمبونت للأتش تطلع جميع الكمبونت للأي و in the far field كلمة هون in the far field يعني بعد ما تكنسل الحدود الواحد على r تكعيب تلغي وتلغي الحد اللي فيه واحد على r تربيع رح سوفي معاك this component h phi phaser equal j i node exponential minus j beta r في cosine by على 2 cosine theta على 2 by r sine theta وبالنسبة لل e theta phaser رح يكون eta في ال h phi phaser طبعا هنا العلاقة موجب وليس سالب لأن eta equal e theta phaser على h phi phaser أو تساوي سالب e phi phaser على h theta phaser لأن eta لازم تكون باتجاه ar فبنعرف أن a theta cross a phi ar بس a phi cross a theta minus ar لكن already الdaybol electric field لعننا مش باتجاه phi والات مش باتجاه theta يعني هاي العلاقة بتحتاجها لما يكون عندك e باتجاه phi وh باتجاه theta وهاي راح نشوفها لما نيجي على اللوب لكن في الوير كل e باتجاه theta كل h باتجاه phi اللوب نعتبره duality لا الوير الوير أنتنة فال e theta phaser راح تكون قيمتها بال far field اللي هي eta في ال h phi phaser وباقي components er phaser equal e phi phaser equal h r phaser equal h theta phaser كل نص نص eta في h theta phaser square في h phi phaser square باتجاه ar وطل كل متر square باتجاه r dot r تربيع sin theta d theta d phi تعمل هنا double integral theta من 0 ل pi وال phi من 0 ل 2 pi تفاصيل إجراء حل هذا التكامل موجود عندك في الكتاب بس أنت مطالب الصورة النهائية period equal تقريبا 36.5 inode square ممكن ترجع للكتاب الكتاب حال بالتفصيل كيف تجري هذا التكامل فبيطلع معك period at the end equal 36.5 6 inode square what وتساوي نص inode square في r radiation راح اطلع معكم r radiation equal 2 p rad over i node square ورح تطلب معك هاي القيمة much bigger than r radiation للهير دايبول الهير زين دايبول اخذنا طول معين تلع معنا 2 ohm لكن هاي المقام راح تطلب معك اكبر بكثير من 2 ohm يعني لما لما تيجد تأخذ هلا ات او اني free space فان free space لما تحط محل ات equal 120 باي راح يطلع معه قيمة ال radiation equal 73 ohm ورح يطلع كمان ال antenne له imaginary part يعني راح يطلع معك قيمة z antenna equal r antenna ز j x antenna وهي القيمة راح تكون 73 plus j 42.5 ohm اجراء ايجاد ال x للأنتين there is equation زيما حكينا فيه كتاب بالانس بشرح بالتفصيل كيف طلع everything for wire antenna لكن احنا بالنسبة انه هون مش راح نحتاج نوجد المجان لانه هلا راح اقول لك كيف راح نتخلص منها فعشان تقدر تخيل انه الانتين كيف نقدر عبره خلنشوف equivalent circuit in general للأنتين فبالنسبة للcircuit اللي رسمناها في الانتروديكشن حكينا فيه عندنا source والsource موصول في transmission line بعد عمل transmission line عندنا antenna part هون عندنا source this is the transmission line this is the load وهو عبارة عن antenna هذا بتعمله كـ equivalent circuit this is the source هون راح يكون عندك z generator internal impedance source هون راح يكون عندك transmission line هون راح يكون إلو z node وإذا كان lossless beta إلو a certain length بعدين بيجي عنا load الانتنة على فكرة بتعملها كالتالي مقاومة كمان مقاومة وكمان reactance هل هاي reactance ممكن تكون يا inductor يا capacitor هاي يسميها x antenna هاي ممكن تكون inductor or capacitor في في الغالب inductor والمقاومتين هذول واحد يسميها r loss على الانتنة والتاني r radiation هل بالنسبة للمدة over two antenna lambda over two diabol قيمة r radiation هاي 73 ohm هاي قيمتها j 42.5 ohm which means it is inductive and r loss equal zero والسبب لأنه ماخدين a good conductor antenna sigma c approach is infinity r loss تخذها بعند الاعتبار إذا كان الانتنة مصنوع من material and sigma is given فبتدخل r plus عندك في الحسبة وr plus حكينا في شابة العشرة كيف نحسبها اللي هي عن طريق r ac l على sigma area حكي هل كيف رح نلغي ال react 10 part حكينا الزيت antenna لأن free space طلعت معنا 73 plus j 42 point five ohm هذا الحكي لأن طول ولمدة على 2 الانتنة مع قيمة z antenna equal r radiation only equal 73 plus j zero فهيكو تكون لغيت intel imaginary part فهي اللي بيعملوا designing لوير antenna إذا نزلت أحد تطبيقات الانتنة مثل hfss cst fico أو james أو أي برنامج من هاي البرامج ورحت أخذ a certain dipole والdipole سهل جدا إنك ترسموه هو عبارة عن استوانة مجرد line certain wire طبعا الradius إله خده مثلا 1 مليمتر الطول تبعه حسب الفريكونس التي تشغال عليها فإذن إذا تشغال أنت على 1 gg هير رح يطلع معك لمدة 30 رح يطلع معك لمدة قيمتها 300 ملي فرح يطلع طول لمدة على 250 مليمتر هاي قيمة لمدة على 2 فرح يطلع معك رح تشوف قيمة الريال part إذا نقص طول على 150 رح تبلش أن تشوف قيمة الريال part تنزل لحتى تلتغي فهذا الإشي إما بتشوفه بالsimulation أو بتشوفه في الéquوشن في كتاب بالانس لما تشوف معادلة الـ X كيف تعوض فيها وكيف ممكن تلتغي الرياكتنس بالنسبة إني لهاي المادة رح ناخد أنه at this length at 0.485 lambda أنه قيمة الرياكتنس رح تكون 73 وهاي 73 أجد لنحكينا قيمة الـ radiation equal 2 في الـ 36.56 INOD سيكوير نقسمها على INOD سيكوير ف2 في هاي القيمة equal 73 أوم again this is in a free space لأنها أريدي لما الكتاب حل معدلة الـ period أريدي عوض محل ATEM 120 buy